أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بالدعم الكبير الذي يحظى به العمل الإنساني الخيري من لدني جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومبادرات جلالته الإنسانية الكريمة بتوفير مصدر دخل دائم وثابت للمؤسسة الخيرية الملكية وتقوية مركزها المالي بالاستثمارات التنموية مثمنا توجيهات جلالته بتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للأيتام والأرامل البحرينيين جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بمناسبة توقيع اتفاقية إنشاء برج الخير الثالث للمؤسسة الخيرية الملكية وبهذه المناسبة رفع سموه خالص الشكر والتقدير إلى مقام عاهل البلاد المفدأ على منح جلالته لقطعة الأرض في منطقة سنابس لإنشاء هذا البرج لصالح أيتام المؤسسة الخيرية الملكية مثمنا سموه الدعم الكبير الدعم الكريم للحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر